فنسجل دائما أجواء مجمسة خلال يوم الغد أيضا هذا على كافة ربوع الوطن ودائما راجع لتمركز مرتفع جوي قوي على كافة أرجاء الوطن ستكون هناك بعض الصحب بدون فعليا نحو المناطق الشمالية وتطاير الرمال سيميز محليا الجنوب الغربي والصحراء الوسطى فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستقرب 22 درجة كعلى مقياس بغليزان بمعسكر شلف عند فلاش 20 درجة بالعاصمة 18 بوهران مستغن مواتي زيوزو 15 بسكيك داجيجل كذلك بعنبا 13 بالجلفة أما بالمناطق الجنوبية ستقرب 19 درجة بالوات بتوكورد ورقلا حاسم سعود المغير بسكرا أيضا 19 أيضا بغردايا في حدود 20 درجة ببشار 22 درجة بأضرار تيميمون وتندوف 16 بكل من إنصالح وتمنرس وترتفع إلى 23 درجة بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القصوى دائما تبقى مرتفعة وتفوق المعادلة الفصلي 35 درجة بتزيوزو 33 درجة بالعاصمة ببيجايا كذلك بعنبا بغليزان 29 درجة بنسبة لوهران نفس المقياس بباتنا 30 درجة بشمال الصحراء والواحد 31 درجة بالصورة 29 درجة بمرتفعات الهوغار 36 درجة ستكون كآلة مقياس بأضرار تيميمون وبرج بجي مختار فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاتراب نحو سواحل الوسطى الريح تبقى ضعيفة تماما ضمن تيرات جنوبية غربية نحو سواحل الغربية أحيانا شمالية غربية بسواحل الوسطى وتبقى متغيرة الاتجاهات